يعني هنا هو المشكل هنا أنه هناك يعني يجب أن يمييز بين كحناء كخصائيين كخصائيين وكمفهوم عام هناك يجب التمييز بين مفهومين بين مفهوم اضطراب التعلم وبين صعوبات التعلم اضطراب التعلم هي مفهوم هي عبارة عن إصابة نمائية كما قدمتها في التعريف يعني إصابة نمائية يكون المشكل في الجهاز العصبي المركزي هنا يعني المشكل يكون في الجهاز العصبي المركز معناها المنشأ التاعها داخلي هنا المنشأ الداخلي بالنسبة لصعوبات التعلم المفهوم العام والذي يعرفه الجميع فهو عبارة عن الاضطرابات الأخرى معناها يكون المشكلة عند الطفل عندها صعوبة في التعلم والمشكلة يكون ممكن من الأسرة المشكلة ممكن يكون مع عدم التعلم والتمدرس المتواصل يعني يكون تمدرس تاعه ما هوش منتظم ممكن مشكلة مع المعلم ممكن تكون عنده هناك مشكلة في القدرات التي تكلمت عنها الإعاقة مثلاً في المشكلة في البصر مشكلة في السمع يكون ما يسمعش مليح مشكلة في البصر يكون ما يشوفش مليح ممكن تكون عندها مشاكل كالأخرى مشاكل أسرية مشاكل إنها تحدثنا عليها في التعريف إنه قلنا في التعريف تع صعوبة اضطراب التعلم حسب كيرك إنه نستبعد الإعاقات البصرية والسمعية والبصرية والاضطرابات الانفعالية والظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المناسبة معناها هنا ممكن تكون الظروف البيئية والأسرية والثقافية والاجتماعية غير مناسبة بالتاني هنا تكون صعوبة التعليف